بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ملحق الصيام قسمان واجب في رمضان والكفارات والنذور ونفل في غير ذلك للصيام ركنان أولاً النية نية الفرض لا بد من تبييت النية في الفرض من الليل أي قبل الفجر ويكفي عقد النية بدخول الشهر في رمضان ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة نية النفل تصح في أي ساعة من النهار ما لم يأتي بمفطر لكن يحسب الأجر من عقد النية ثانياً الإمساك عن المفطرات شروط وجوب الصيام ستة أولاً الإسلام ثانياً العقل ثالثاً البلوغ أما غير البالغ فيرغب في الصيام ويأمره وليه رابعاً الاستيطان فلا يجب الصيام على المسافر والأولى أن يصوم ما لم يشق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف ولإدراك فضيلة الشهر خامساً الصحة سادساً الخلو من الحيض والنفاس أقسام المرض في الصيام أولاً مرض لا يرجى زواله ويلحق به الكبير العاجز عن الصوم فلا يلزمهما الصوم لكن يطعمان عن كل يوم مسكينا إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيانهم أو يغديانهم وإما بأن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي أي ما يزن نصف كيلو وعشر قرامات من البر الجيد ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن ثانياً مرض يرجى زواله ويشق معه الصوم ويلحق به الحائض والنفساء والمرضع والمسافر فيقضون عدد الأيام التي أفطروها إذا تعافوا فإن ماتوا قبل ذلك سقطت عنهم بماذا يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما مفسدات الصيام أولاً الأكل أو الشرب عمداً فمن نسي فصيامه صحيح ثانياً الجماع فإذا كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثالثاً إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها رابعاً ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية أما غير المغذية فلا تفطر خامساً إخراج الدم بالحجامة أما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر سادساً التقيؤ عمداً سابعاً خروج دم الحيض والنفاس بعض ما يباح للصائم بلع الريق ذوق الطعام لحاجة الاغتسال السواك التطيب التبرد مستحبات الصيام السحور تأخير السحور تعجيل الفطر الإفطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات وأن تكون وترا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء فإن لم يجد شيئاً نوى الفطر بقلبه الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام الإكثار من الصدقة الاجتهاد في صلاة الليل قراءة القرآن قول إني صائم لمن شتمه الاعتمار الاعتكاف في العشر الأواخر تحري ليلة القدر مكروهات الصيام المبالغة في المضمضة والاستنشاق ذوق الطعام لغير حاجة ما يحرم على الصائم بلع النخامة ولا يفطر به القبلة لمن لا يأمن فساد صومه قول الزور وهو كل فعل محرم الجهل وهو السفاهة وعدم الحلم الوصال وهو أن لا يفطر يومين متتاليين أحكام القضاء يستحب التتابع في القضاء وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر إن أخر بلا عذر فلا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم صيام النفل أولاً ستة أيام من شوال لمن أتم رمضان والأولى التتابع من اليوم الثاني ثانياً يوم عرفة لغير الحاج ثالثاً يوم عاشوراً مع اليومين التاسع والحادي عشر رابعاً الاثنين والخميس والاثنين أوكد خامساً ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سادساً صوم يوم وإفطار يوم سابعاً شهر الله المحرم ثامناً تسع ذي الحجة تاسعاً شهر شعبان لكن لا يصومه كله الصيام المكروه يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام فإن أفردها لسبب كيوم عرفة فلا بأس الصيام المحرم أولاً إفراد رجب بالصيام ثانياً صيام يومي العيد ثالثاً يوم الشك إلا من كان له ورد يصومه فلا بأس رابعاً صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي خامساً صيام الدهر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر